اشتركوا في القناة وان شاء الله يتوفر يوم 27 في السوق الصيني وقريبا ان شاء الله للسوق العالمي وعجبني اوي شركة فيفو بدأت تهتم باجهزتها بشكل كبير وتقدم مواصفات ممتازة والجهاز بيجي بمعالج من ميديا تيك ايضا شركة ميديا تيك بدأت تستحوز على نسبة كبيرة من سوق المعالجات في الفترة الاخيرة خلينا نتعرف على مميزات الجهاز واهم المميزات اللي بيجي بيها بس في البداية لو انت اول مرة تشوفني ايضا تشترك في القناة وتفعل زرارة التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة نساش اللايك الجميل عشان نستمر ونكمل معاكو بإذن الله في البداية الجهاز بيجي بوزن 188 جرام وبسمك 8.6 ملي والجهاز بيجي بشريحتين 5 جي مع شاشة اموليد تردد 120 هيرتز بسطوع بيوصل ل 1500 نتس وبمقاس 6.56 من مية بوصة وبتستحوز على نسبة 90 في المية من وجهة الجهاز الامامية فول اتش دي بلاس بكسافة بيكسلات 398 بيكسل في كل بوصة الجهاز بيجي بمعالج من ميديا تيك الديمينيسيتي 8100 بدقة تصنيع خمسة نانو معالج اوكتا كور اربع انوية الاولى بتردد اتنين فصل خمسة تمانين من مية جي جا هيرتز كورتكس اي تمانية وسبعين اربع انوية للمهم الخفافة المتوسطة وبتردد اتنين جي جا هيرتز كورتكس اي خمسة وخمسين مع معالج مال系 ستمية وعشرة اي م سي سكس. الجهاز بيجي بنسختين من الرام نسخة تمانية مع امتين ستة وخمسين جي جا. زاكرة تخزين ونسخة اتناشر جي جا الرام مع وقتين ستة وخمسين جي جا زاكرة تخزين. الرامات وزاكرة التخزين تلاتة واحد. الجهاز بهجي بكامرة خلفية ثلاثية العنسة الاولى Martin ميجابيكسل بفتحة عدسة واحد فاصلة تسعة. زاويتها عريضة وفيها مسبت بصري. كاميرا التانية اتنشر ميجابيكسل بفتحة عدسة اتنين فاصلة اتنين. الترويد بزاوية مية وعشرين درجة. كاميرا التانية اتنين ميجابيكسل خاصة بالديبس. مع فلاش ال اي دي وبتدعم ال اتش دي ار والبانوراما وبتصار فيديوهات فور كيب تلاتين اطار. و الف وتمانين بستين اطار. الكاميرا اس الفي اتنين وتلاتين ميجابيكسل بفتحة عدسة اتنين فاصلة اربعة. زاويتها عريضة. وبتدعم ايه تصوير ال اتش دي ار والبانوراما وبتصار فيديوهات الف وتمانين بتلاتين اطار. الجهاز بيجي بسماعتين استيريو مع دعم لتقنية الدول باتموس. وللأسف الجهاز لا يحتوي على منفة ثلاثة ونصف ميلة الخاصة بالسماعات. ولا يمكن تركيب كارت ممر خارجي. الفيفو اس خمستاشر برو. بيدعم البلوتوس خمسة فاصلة تلاتة واي فاي سيكس. جي بي اس مزدوج. ودعم الخاصية الان اف سي. بصمة الجهاز موجودة اسفل الشاشة. بصمة سريعة ممتازة. وبتقضي الغرض بشكل ممتاز. بطارية الفيفو اس خمستاشر برو. بتيجي باربعة تلافه 500 ميلي امبير. وبتدعم الشحن السريع تمانين واط. والشركة بتقول انها بتشحن من صفر ل سبعين في المية في تمنتاشر دقيقة فقط. الجهاز بيجي بلونين اللون الازرق واللون الاسود. سعر الجهاز خمسمة دولار لأقل نسخة. ديها سعر السوق الصيني. دي كانت نظرة سريعة على الجهاز اهم المميزات والعيوب. واتمنى لو الفيديو عجبك يا لتشترك في القناة واضفع زرار التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. وما تنساش تدعمنا بلايك جميل عشان نستمر ونقدم الكسير والكسير من الفيديوهات. نشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام. ترجمة نانسي قنقر